في الغالب لو المودل بتاعك معقد او كبير هيبقى مرسوم على احض برامج الكاد زي مسلا او وطبعا عايز تعمل داخل مش هترسم الرسمة نفسها في لان هو الامكانات بتاعته قليلة شوي وصعب في التعامل ده بيتم عادي خالص بتفتح بتعمل وتختار وتعمل داخل وتبدأ تشوف العمليات اللي هتعملها بعد كده عشان تجهز بتاعتك للخطوة بتاعة المشي في مشكلتين هتكلم عيون في الفيديو في الفيديو ده ان انت ساعات ما بيتمش وبيفشل في النص يعني بيديك ارور ويقول لك ما في حصل مشكلة في الحاجة التانية ان انت ممكن انت باعيز تعمل تعديل في الجيومتري او عايز تعمل دراستك دي مبنية على اساس تغيير كزا حاجة في الجيومتري وبالتالي تشوف النتائج هتختلف ازاي في حاجة كده في الاول لو ما عملتهاش قبل هتلاقي نفسك انت كل ما تحب تعمل تغيير في الجيومتري هتبدأ كل حاجة تاني من الاول وتعيد كل الخطوات تاني من الاول لكن في حاجة لو ضفتها في الجيومتري وجهزتها في الجيومتري قبل ما هتعمل لها ممكن تلاقي تعمل التعديل ده بسهولة بمجرد ان تكتب مسلا بعض جديد الجيومتري اللي نفسها هتتعدل ويتعمل لها من جديد وكل اللي انت عمتها تبقى البرنامج محتفظ بيها وينفزها بدون ما تحتاج تكرر اي حاجة. عشان نعمل ده الاول لازم نتأكد ان مزبوطة ما بين الانسز وبرنامج اللي انا هتكلم عليه في الفيديو ده. وعشان اعمل كده بدخل على حاجة اسمها دي حاجة خاصة بالانسز. بدخل عليها من قائمة بدور على الفولدر بتاع الانسز. ودور على الحاجة اسمها كات مانجر. هضغط عليها. هيتلع للواجهة دي فيها مجموعة من برامج الكاد المشهورة. انا هنا هركز في في الفيديو بتاعي على الان اكس. فاختار الان اكس واختار الابشن التاني ده هيبقى معناه ان في تكامل تام ما بين البرنامجين. مش مجرد ان هو بيقر ايجوميتر وخلاص. بعد ما علمت لو انت عندك برامج تانية ممكن تختارها بس انا هركز هنا على الان اكس. وتجهد اخو على واختار اه واستنى لغاية لما يطلع لي رسالة بتقول حصل ساكسس للعملية دي ده. او طلعت رسالة ده يقول لان اكس وورب بنش بلاجين كونفيجر ساكسس. كده انا اتأكد ان الانترافيس او بتاعت الان اكس مع الوورب بنش او الانسز الاتنين مصبوطين. هخرج من هنا خالص. وبكده انا متأكد ان شاء الله ان هيبقى في مش مشكلة في عملية الانبورت. لما اعمل الانبورت هيدخل عادي في انتزام بدون اي مشاكل وقد اكمل خطوات عادي. الحاجة التانية اللي قلت هتكلم عليها بقى ازاي ان انا لما احب اعمل تعديل في دي ما عادش كل الخطوات. مش محتاج ان انا نرسم الرسمة جديدة في جديد واعمل له امبورتون جديد واقعد اعديد كل الخطوات تانية. ازاي لما غير حاجة في البعد يعمل كل حاجة اوتوماتيك لوحدة. الكلام اللي انا بقوله ده بينطبق بس على الابعاد. مش هغير حاجة جوهرية في الشكل. انا مسلا عندي حاجة طويلة هأسرها. حاجة قصيرة هطويلها بس في الحدود دي. لان في الغالب معظم الدرسات بتبقى بالشكل ده. انت بتعايز تغير بعض معين. طويله تصغره. مش تغير في الشكل اساسي للمودل بتاعك. فانا دلوقتي هفتح مثال. عندي هنا فايل. هفتح هوات جوه انا مجهزه. الفايل دوت عبارة عن سطوانة عالية. لها القطر ولها ارتفاقة. اوتوماتيك في برنامج اي بعض انت بتدخله بيدي له اسم. عبارة عن رقم تسلسلي. على حسب ترتيب ده وتعريفه. كل الابعاد دي بتميز موجودة في الفايل لما بتعمله وبيبقى عندنا في ان انا اظهر كل دي. وابدأ اعدل فيها. ومجرد ما اعمل فيها تعديل بيفتح الفايل بتاع الانيكس. ويعمل التعديل ده ويرجع تاني يكمل مع الانسز. مع الابشنز التانية ويعمل لها كلها اوتوماتيك. انا ممكن اقول لك ازاي تعمل كده فعلا بس احنا مش محتاجين كل الابعاد. انت في الغالب لو رأس ما بتاعتك معقدة يبقى عندك ابعاد كتير جدا. مش بحتاج تظهر كل الابعاد دي. هتلاقي عندك لسه مسلا فيها ميت ومش عارف اصلا الانت عايزه فين واسمه ايه. فانا اقول لك ازاي تعمل تعلم ال اللي انت بح تحتاجه واللي هتغيره. بحس ان الانسز يشوفه بس. ما يشوفش بقية. وبالتالي لما بتقدر تطلعه لما تبقى عايز تغير في حاجة. وتحط رخم جديد. وتمشي في بقية الخطوات من التعديل الاوتوماتيكي للموديل بتاعك. فبسلا دلوقتي انا عندي قطر الاصطوانة ديت. انا اصلا كنت راسم هنا قوات. والمفروض ان هو ليه قطر هنا. هلأ حاجة ان انا اعمل هنا نضبط لك. ادي اسم بي اتنين وده الرقم وده النافس هو سبعين. فهاجة انا في الاسم وحط الاسم انا اكون عارفه. واعمل وحط قبل الاسم ده. رمز سابت انا هثبته قبل كل اللي انا مهتم بيها والي انا هغيرها في الانسز. واي مش ناوي اغيره. مش هحط قبليه الاسم ده. او الحرف ده الرمز المميز يعني. فانا مسلا اختار لنا الرمز بتاعها ساميه مسلا. واقول ان ده الديامتر ودوس انتر. واكتب سبعين. كده بقى الديامتر. كده بقى الديامتر ده بقى اسمه وقيمته بسبعين. وهقول له وهعمل دلوقتي اللي ما جينا في هنا واعمل الفايل اللي انا عملته دوت هدخل هنا في المكان اللي انا سيبت في الفايل بتاعي. وهعمل للفايل بتاع السلندر. وقت زهر هنا هعمل وهنا خلاص تم الامبورت ودخلت الاسطان عندي في الدزام موديلر. لو بصيت هنا لايه حاجة اسمها بارامتر كي. هنا بحط الرمز او الحرف اللي انا قلت هثبته قبل الديامنشنز اللي انا مهتم بيها. اللي هو على اساسه يدخل ويطلع اللي الديامنشن ده من وسط كتير اللي عندي. فانا اخترت فاكتب هنا وادوس وعمل تاني. خلص هلاحز هنا تحت الاسم اللي انا حطيته اللي هو وده القيمة بتاعته سبعين. دلوقتي انا قطر اغير القيمة دي. مش محتاج ان انا اغير حالة في تاني خلاص ولا ادخل عليه. انا هغير مسلا دي خليها مية. وهو البرنامج اوتوماتيك. الانس ازاي هيفتحي الديامنشن. ويعمل فيه تغيير القطر. اكبره زي ما احنا شفنا هود. ويكمل خطوات عادي خالص. مهما بقى ان كنت مكمل الموديل. يعني انا لو كنت اعمل مش وعمل 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 كل حاجة. مجرد ان انا اغير بس هنا. هيرجع تاني يعمل مش جديدة. وعلى نفس اللي انا كنت عامله. ونفس بتاعه مش محتاجة اعمله تاني من جديد. واكمل على طول على عملية بدون اعدي بقى على الخطوات دي تاني من الاول اللي هي الميشنج. والستطب بتاع الشوبيتري. لو انت عايز تغير كل مش فرق معاك معين وطبعا مع تقيقي ما انصحش بحاجة زي كده. هتشيل هنا البرامتر كي خالص. هتشيله خالص. وتدوس انتر. واعمل هبص هنا هلاقي تحت طلع ليه اتنين ديمينشن تانية. اللي هو الزير والستين دول دول متعلقين بطول الاستوانة. الاستوانة دي بدقة. بدقة من زد بساو سفر لغاية ستين. فهو نول ديمينشن بتاعهم. وكانت اسم الديفولت بتاعهم بي زيرو بي واحد. وعشان انا ما حطتش اه ما حطتش قبلهم الرمز بتاع الان اكس. فبالتالي ما كانوش ظاهرين في في المرة الاولى. لكن لما شيلت البرامتر كي خالص. وسبتو فاضي. فهو حطي لكل ديمينشن. طبعا لو ديمينشن كتير تخيل المنزر هنا هيبقى عاملة ازاي. هارجع تاني للان اكس. وهريك طريقة تانية عشان تشوف بيها اللي عندك. واسماهم بصورة افضل عشان لما كنتش عاية توصل للديمينشن ده اسمه ايه? هتدخل على قائمة في حاجة اسمها اكس بريشنز. لما تضغط عليها هتلاقي لستة بكل البرامترز بتاعتك باسماهم بالقيم بتاعته. فانا مسلا زيرو ده انا عمري ما هغيره. لو انا عايز اغير طول الاستوانة بس. فممكن هغير ده خليه مسلا خيمته بستين. هدوس اوكي. واسايف الفايل بتاعي. هعمله وهعمل هنا مرة تانية. عشان اشوف تأسير اللي ان انا حطيت مع مجرد هو تكرار الخطوات البرامتر كيه هخليه لما اخترت. واعمل هلاحظ هنا هتعمل للجيومتري وتحت ظهر الاتنين اللي انا عايزه. وبرضو زي ما شحنا في فيديو فاتة قبل كده. ازاي ان هممكن نعمل على فممكن اعلم هنا على العلامة اللي في الجنب ديت. وقدر اعمل وادخل على وادخل على واعمل هنا مختلفة بابعاد مختلفة. واعمل ديت وبالتالي يحل لي ايطلع لي عندي في النهاية في كيسز مختلفة وحالات مختلفة كتير عند ابعاد كتيرة. اه بدون محتاج ان انا اعمل فايلات مختلفة مختلفة. وده هيوفر عليها وقت كتير ومجهود كبير. ويدي نتائج بصورة اسرع واضاقة. اتمنى ان الفيديو ده يكون مفيد. اشوفكم الفيديو الجاي. سلام.